بتعرفني بناء الكلمة يعني ايه بناء الكلمة؟ يعني الحروف الأصلية والزائدة في الكلمة اذا يعني ايه ميزان صرفي؟ يعني طريقة معينة اقدر استخدمها بحيث اعرف يا ترى الكلمة اللي قدامي دي مكونة من حروف أصلية بس ولا حروف أصلية وحروف زائدة ويا ترى ايه ترتيب الحروف الأصلية والزائدة داخل كل كلمة من الكلمات طيب علشان اقدر اوزن كلمة او اوصل للميزان الصرفي الصحيح بتاع الكلمة ايه الخطوات اللي انا لازم اتتبعها اول حاجة لو عندي فعل مجرد سلاسي يعني فعل مكون من ثلاث حروف والثلاث حروف حروف اصلية ما فيش اي حرف منهم زائم علشان اوصل للميزان الصرفي او النغمة بتاعة هذه الكلمة هتكون ان انا هقابل كل حرف اصلي بالفاء والعين واللام بنفس الترتيب والتشكيل طيب اديني مثال عشان افهم اكتر عايز اجيب الميزان الصرفي لكلمة راجعة اتصرف ازاي هسأل نفسي سؤال مهم جدا يطار حروف كلمة راجعة كلها حروف اصلية ولا فيها حروف زيادة الاجابة ان كلمة راجعة حروفها كلها اصلية لا يمكن الاستغناء عنها علشان كده هقابل كل حرف من دول بالفاء والعين والراء يعني هقابل الراء بالفاء هقابل الجيم بالعين هقابل العين باللام على الترتيب وهدله بنفس التشكيل يعني الراء عليها فتحة تبقى الفاء هي كمان عليها فتحة الجيم عليها فتحة يبقى العين اللي هتقابلها عليها فتحة برضو العين في كلمة راجعة عليها فتحة يبقى اللام اللي هتقابلها في الميزان الصرفي يكون عليها فتحة ايضا أنا ماشي بنفس الترتيب ونفس التشكيل طيب ديني مثال آخر كلمة فهمة برضو الكلمة دي عبارة عن فعل مكون من ثلاث حروف أصلية فهقابل الحروف الأصلية بالفه والعين واللام على الترتيب مع مراعاة تشكيل الحروف يعني الفاء في كلمة فهمة عليها فتحة يبقى الفاء في الميزان الصرف يكون عليها فتحة هي كمان الهاء في كلمة فهمة عليها كسرة يبقى العين في الميزان الصرفي أحط عليها كسرة الميم في كلمة فهمة عليها فتحة يبقى اللام اللي هتقابلها في الميزان الصرفي يكون عليها فتحة زيها تماما أنا ماشي بنفس الترتيب وبنفس التشكيل زي ما اتفقنا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن